بعد خمس سنوات ودون استرجاع للأنفاس من معركة لم تهدأ على جبهات الاقتصاد والسياسة ودعم لكل الفئات وتصويب لديبلوماسية البلاد القدر يلتقي رجاله مرة أخرى تلك الجماهير التي كانت تنتظره أين محل شواهد الإنجاز وواقعية الخطاب مهدت الطريق لفوز كاسح للرئيس عبد المجيد تبون بعهدة ثانية طريق الرجل الذي لم يكن أبدا مفروشا بالورود فقد تحمل مسؤولية تثبيت أركان الدولة التي كادت أن تقوض في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر إرادة الشعب التي يقول دائما عنها بأنها لا تقهر فصلت في استحقاق أجمع فيه المنافس والفائز والخاسر والمتتبع على وصف حملة رئاسية 2024 بالنظيفة ثقة منح الغالبية المطلقة من الأصوات للرئيس عبد المجيد تبون افتكها ذاك الاهتمام بكل تفاصيل عيش الجزائريين فظهرت طريقة تسيير جديدة فضلت أن تعر الواقع وتعالجه بدل المدارات كما هو الحال مع مناطق الظل إلى حفظ كرامة جميع الفئات وفي الواجهة الشباب منحة البطالة وزيادات في الأجور والمعاشات كان الإصرار أيضا على مد مسالك الحياة بتوازن في كافة ولايات الوطن التي يعرفها وتعرفه جيدا فابن مشرية أنعامة لولد ينتمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1969 تدرج في مناصب تسيير الشأن العام كأمين عام في عدة ولايات ووال بأدرار تيارت وتيزيوزو إلى وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية فوزير للاتصال والثقافة والتجارة والسكن القطاع الذي جسد فيه برنامجا قويا يمكن الجزائريين من السكن العصري اللائق 2017 منعرج فاصل في مسار الرجل وما تلتهم من أحداث كانت تصحح مسار البلاد معه جرأة وشجاعة تصريحاته عن فصل المال عن السياسة فتحت عليه جبهات عداء من أصحاب المصالح المتغولة لكن حربه على الفساد استمرت طيلة عهدته الأولى عاندت الظروف لكن الرغبة الملحة في تطوير البلاد كانت أكثر عنادا فأسست الجزائر لاقتصاد حقيقي دعمت فيه الاستثمار الجاد وأعطت الأولوية للإنتاج على الاستراد فأصبحت ثالث اقتصاد في إفريقيا وحققت مؤشرات إيجابية بشهادة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية التي كانت إلى وقت غير بعيد تصدر تقارير متشائمة عن اقتصاد الجزائر صعود بارز للجزائر استقطب فوعل الإقليم وكبار قادة العالم فعادت الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون إلى محافل الكبار وبمجرد الإعلان عن فوزه بانتخابات الرئاسة أبدى الشركاء الإقليميون والقريون وزعماء أقوى الاقتصاديات والدول استعدادهم للتعاون مع الجزائر اقتصادياً وأمنياً أمام ما تقوم به الجزائر بمجلس الأمن لنصرة القضايا العادلة حيث ثبتت مواقفها في نصرة الحق ووجهت آلتها الدبلوماسية نحو الندية فانتهجت المرون والعقلنية حين توازنت المصالح وسعدت الموقف حين قويضت المبادئ بالمصالح ومهما كانت التجاذبات لم تنحن الجزائر سوى لشهدائها الرئيس تبون دخل أول مرة قصر المرادية وهو مثقل بهموم الجزائريين لكنه يدخله اليوم مرة أخرى وهو يحمل أحلامهم بعد بزوغ ملامح تملك فيها الجزائر كل شيء لتكون أفضل